موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومعكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة وعلى مساره التقنية أتمنى تكونوا بالخير وبالصحة بأفضل حال الآن نتحدث عن مساره التقنية ومع المساره التقنية في حدود من خمسونية لألف دولار شهريا بدون ما تدفع اي فلوس بدون اي مجهود منك انك انت تشتغل او تجيب يعني انت حاجة بتتعمل وان طايم يعني انت بتسطب قناة يتيوب بتقوم خططها وتحط فيها فيديوهات بتاع حوالي من خمسين لستين فيديوهات بتلاقي نفسك انك انت ممكن تعمل من خمسمائة دولار لألف دولار شهريا يعني ان ده اقل شيء ممكن تكسوي ممكن توصل لسبعة تلاف عشرة تلاف دولار ايه هي الطريقة او ايه الموضوع انا معاكم هنشرح ركز معايا في الشرح كلمة كلمة ايه الموضوع يتلخص في انك انت بتعمل قناة تريل افلام تريل افلام انك انت بتحط اللي هي الاعنات بتاعت الافلام زي مثلا القناة دي موفي كليبس عليها خمسين مليون مشترك ايه الموضوع ده مبدئين عشان تعمله مطلوب منك ثلاث حاجات الحاجات الاولانية لو انت مشترك في ادسنس او عند قناة يوتيوب الموضوع ده بتعمله على قناة يوتيوب بحساب تاني يعني متعملش على نفس الايميل لازم تعمل ايميل تاني المسود ده مفهوش جوجل ادسنس ما ينفعش انك انت تخش على جوجل ادسنس وتبتدي انك انت تحط اعلانات عشان خطر قناتك ما تتقفلش الموضوع كالتالي انت بتاخد تريل بتاع الافلام اللي هو عروض الافلام الاولية اللي بتتعمل لما الفيلم بيبقى نازل جديد وبتخطه بتعمل قناة للموضوع ده باللغة الانجليزية طيب طبعا هتقول لي انا مش خاطط اعلانات هكسب منها هتكسب عن طريق هنا منيون موفي كليبس بايزيس موفي من الزر ده ده واحد عمل قناة الفكرة انه هو عنده متجر امازون فامازون فيه متجر للافلام فهو بيحط العرض الاولي بتاع الفيلم وبعد ما يحط العرض الاولي بتاع الفيلم بيقوم الناس بتخش تتفرج عليه وطبعا يعني هنا ده جايب 15 مليون مشاهدة لو قلنا مثلا ان الف واحد اشترى الفيلم ده من 15 مليون الف واحد بس هيخش اجر الفيلم اسمعوا هيبقى كسبان وهو كسبان من كل واحد دولار يبقى هو كسبان الف دولار عن طريق بس العرض بتاع الفيلم ده ثاني هتعمل تريال افلام هتحط العروض الاولية بتاع الافلام اول نقطة تعمل القناة لازم يكون ايميل غير اللي انت بتشتغل بي لو عندك ادسس عشان ما يقصرش على حسابك لو خدت استرايك تمام؟ دي حاجة اه او عروض الافلام فيها ميزة انك القنوات كلها مبتدكش استرايك لانه بيعتبر انك انت تاخد عرض الفيلم وتحط عندك هو بس بياخد حقق ملكية يعني بيعمل لك ايه كلايم حقق ملكية بيحط علينات يوتيوب والحاجات القناة الاصلية بتحط عليك كلايم انك انت واخد الحاجة دي بتاعتها فانت ما تقدرش انت تخط ادسنس لانه هم بيخدوه منك يحط ادسنس بتاع حمومة الاصل اللي عمل الترايل ده في ناس ثانية بتبقى اتفق مع شركات يعني مثلا بس اتتبقى شركات امريكية عندها قدرات انها تتفق تعمل تعاقد مع شركة ان انا هاخد الترايل منك بتاع الافلام اترجمه او اخط على القناة بتاعتي مقابل ان اعمل لك ايه ترويج او بتاع دي بيبتبقى ناس كبيرة فاحنا كعرب مش قصتنا الموضوع ان كنت تتعمل تعاقد لا احنا قصتنا ان كنت تتعمل قناة يوتيوب عادية جدا وتخش دايما تاخد الترايل بتاع الافلام ده اللي هو عروض الاولية بتاعت الافلام تتابع القناة الاصلية اللي بتدع عروض الافلام يعني برامونت مثلا شركة برامونت شركة ورنر برازر شركة بيكسر استوديوات بيكسر ديزنيلان تشترك على القنوات الكبيرة اللي هي بتاعمل الافلام اصلا ان دول بقى يبقى اول ناس خطين العرض الاولي بتاع الفيديو بتاعه وليكن مثلا الفيلم توم انجيري محطوط بقاله مكملش شهر او شهرين بعلون عنه لو انت كنت مركز على الترايل بتاع الفيلم ده ومجرد مثلا الشركة ورنر برازر او الشركة اللي هي منتجة الفيلم محططه وانت تاني يوم او تالت يوم روحت واغد هتلاقي ان هو مثلا بيجي من 15 مليون مشاهدة انت ممكن ينوبك في الموضوع ده بتاعه من 3 ال 4 مليون مشاهدة يعني انت ممكن ينوبك من الموضوع ده من 3 ال 4 مليون مشاهدة طيب 3 ال 4 مليون مشاهدة هتستفيد بينهم ايه؟ واحد انك انت ممكن تأجر الافلام او تبيع الافلام عن طريق امازون تفتح حساب امازون افليت وتخط منتجات تخط اي حاجة عندك تنافق 4 مليون استفيد بيه بس يكون حاجة عنيه تيشيرتات لو انت مثلا عندك متجر تيشيرتات للمنيون فالناس اللي بتحب شخصية المنيون وتتفرجها تراي ممكن يخش تشتري تيشيرت للشخصية ناشي بتبيع اي حاجة تخاصة بالموضوع ده افلام قولنا تأجيرها عن طريق امازون فكل حاجات دي فلوس بالنسبة لك انت كل الاشياء دي بالنسبة لك انت فلوس هنخش التاني على موفي كليبس نقف العرض هنخش التجميع من يوم واحد طب 50 فيلم اعلى 50 فيلم 23 مليون 26 مليون مشاهدة 139 مليون مشاهدة الفيلم من سنتين 27 مليون مشاهدة 163 مليون مشاهدة انا عادك تتخيل بس نتكلم في ميسود بكم مليون ده ترافيك عايز تحط تحت الفيديو بتاعك تبيع مثلا منتج عايز تحط تعمل افلام تبيع افلامها عن طريق امازون عايز تعمل اي حاجة فبالنسبة لك مفيش اي مشكلة انا بقى بسورس ترافيك عالي جدا بيوصل من حوالي 30 ل 40 مليون ممكن يوصل حاجات جمعية هتلاقيها عالية جدا فعشان كده انت انت ممكن عن طريق 26 مليون مشاهدة 139 مليون مشاهدة عن الفيديوهات انت ممكن تحط العرض الاولي بتاع الفيلم وتبتلي يعني بص ده حاطت ادي واحد اثنين في ست ساعة تجاب الفر ونص مشاهدة 19000 مشاهدة من ست ساعة يعني الراجل ما شاء الله عمال يلم من القنوات بتاع الافلام كلها اللي نزلها جديد وعمال يحطها طيب نشوف مثلا من ست ساعة ده ركز معا في الشرح عشان كل كلمة هتفيها اهو الفيلميستر حاطت الجديد اشتري الفيلم طبعا هو بيبقى حاطة رابط الرابط ده بيبقى بالنسبة له رابط خاص باباع الفيلم فبياخد عليه النسبة يعني ده حاجات بتبقى خاصة بالشركات دي بتام المبيعات دي يعمل برضو زي الناس اللي عندها قناوات كبيرة بيعملوا حاجة اللي اسم هي مايكيت ستوديو يعني ايه واحد عنده ستوديو فيه شغل جامد وكاميرا ومايكي غالي والكلام ده بيعمل موقع اسم بتلاقي مثلا الكاميرا اللي هو بيصور بيها المايك اللي هو بيصور بيه ومخطط لينكات على امازون فانت لو حابب تشتري حاجة عشان تعمل زيه بتخش تشتري من امازون زي ما هو ايه من المتجر بتاع امازون الحاجات اللي هو بيشتريها من امازون وبيشتغل بيها فالفكرة كلها تاني امازون واحد لو عندك موقع للتيشارتات اتنين اي خدمة او اي حاجة مختصة ممكن انك انت تجيب حد تستفيد من الموضوع ده اوكي الترايل بتخش بيديك انك انت ممكن تاخد اي من اي موقع هو بيعملك بس كلايم رايتس يعني بحقق ملكية عشان خطر يحط اعليناته ويكسب هو من الاعلينات لكن انت مبتكسبش من الاعلينات احنا قلنا انك انت بتكسب من الترافيك انك انت بتاخده لما بفيلم نازل مثلا الفرن البرازر النهاردة وتحطه التاني يوم هتشارك في هتشارك في كمية المشاهدات ان الناس هتتفرج لما يعني تخش في المنافسة انه هو يزهر عندك وعنده ان الترايل بتاع الفيلم يبقى عندك وعنده وتلاقي ملايين الناس اللي داخلها تتفرج عنك الموضوع بسيط اه مفوش اي مشاكل وبيجيب الافات بس محتاج زي ما قلنا انك انت تشوف هتفتح امازون ولا هتكسب منه ازاي الترافيك لو انت عندك موقع بتكلم عن افلام بالانجليزي مفيش مدوانة مفيش مشاكل انك انت تعملها اه اي يعني الملايين اللي بتخش تتفرج على الافلام دي ستلاف مشاهدة في خلال ست ساعات ستلاف مشاهدة يعني ترافيك في خلال مثلا ازواء او ازوان ممكن يوصل لنص مليون او ربع مليون اه ايا ان كان الترافيك اللي هيخش الناس دي كلها انت ممكن تستفيد بها كمبيعات انك انت تكسب منها زي ما قلنا 100 دولار 1000 دولار حسب الحاجات اللي هتحطها يعني انت ممكن تحط فيلم ممكن تحط تصميمات تشيرتات ممكن تحط مدونة تعمل لها ترافيك اللي انت عايزه مصدر ترافيك فري بيجيب لك ترافيك عالي بس النقه التاني لو فيه اي حد مش فهم اي حاجة يسألني النقه التاني لازم يكون ايميل مش مسجل بقاتسنس عشان خاطر ما يحصل لكش استرايك لقدر الله وما فيش استرايك بس يعني خليك انت ايه سبق بانك انت تقوم معا من نفسك تاني حاجة بتراقي بكل القنوات اللي هي بتنزل ترايل افلام بتحط اللي هو download manager بحيث ان اي فيديو عجبك على القناة بتاعته بتقوم عمله download this video على طول بيقوم منزل الفيديو في ثواني بيبقى عندك نسخة من الفيلم او نسخة من الترايل بتاع الفيلم اللي هتحط على القناة بتاعتك هتعمل القناة بتاعتك ممكن تحط عشرين اربعين ترايل خمسين ترايل مش مشكلة واسبهم شهر شهرين هتبص لك كمية ترافيك عالي جدا وزائد انك زي ما قلنا هتحط شوف هتستفيد من الترافيك ده مدين ازاي لو هتعمل عندك حساب امازون افليت تقدر تحط لينكات الافلام بتاعته وتبيع كويس جدا وتكسب من الموضوع ده تلاتة دولار عشان خطر فيلم بالنسبة للجانب حاجة مش رينت او اشتساب بيع او رينت مش حاجة غالية يعني فانت بالنسبة لك كمية الترافيك هتبقى عالية جدا ودخل هيبقى عالي جدا بالنسبة لك اي نقطة مش فاهمنا اسألوا عليها وهنا مسرنا تعليقاتكم تحت الفيديو شوفكم ان شاء الله حالك دي السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته